الدرس الواحد والعشرون الإسلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشاط نناقش توظيف التقنيات الحديثة في نشر الدعوة الإسلامية مع تطور وسائل الاتصالات الحديثة أصبح العالم قرية صغيرة يسهل التواصل بين أهلها ولم يعد بإمكان مجتمع من المجتمعات أن يعيش منعزلا عن غيره وصار لوسائل التواصل الاجتماعي تأثيرها الكبير في حياة الناس فما المقصود بمواقع التواصل الاجتماعي وما موقف الإسلام منها وما ضوابط استخدامها وما منافعها وما مضارها مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع على الشبكة الإلكترونية تسمح للأشخاص والجماعات بالتواصل والتعارف وتبادل الآراء والمعلومات والصور والأفلام مستخدمين الصوت المسموع والرسالة المكتوبة والصورة المرئية وفي الماضي كان التواصل يتم باللقاء المباشر بين الناس الذين يعيشون في مكان واحد واحد وكان التواصل مع القانطين في بلاد بعيدة صعبا ونادرا ثم أسهمت الاختراعات الحديثة ومن أهمها الهاتف في تسهيل التواصل والزيادة منه وبعد ذلك صار استخدام الشبكة الإلكترونية سهلا ميسورا للناس جميعهم وانتشر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكان لذلك أثره الكبير في حياة الناس وتسهيل التواصل بينهم إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي واحد تسهم في التعاون والتكافل وصلة الرحم الذي حث عليه الإسلام اثنان تمكن الناس من التعارف وإنشاء العلاقات الجديدة وتوطيد العلاقات السابقة ثلاثة تساعد على تبادل الأفكار والمعلومات والمعارف وتنمية المهارات وتعزيز القيم والاتجاهات الإيجابية أربعة تمكن من التفاعل مع قضايا الأمة والتحديات التي تواجهها خمسة تيسر التعرف إلى ثقافات الشعوب الأخرى للاستفادة من النافع منها وذلك يؤدي إلى تنمية المجتمعات وتطورها لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أطقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم الآية الثالثة عشر من سورة الحجرات مجالات الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي مجالات الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي كثيرة منها استخدامها في التواصل مع الأهل والأصدقاء واستخدامها في التعلم والتعليم واستخدامها في نقل الأخبار الصادقة سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين فهي نافعة إذا أحسن استعمالها وإذا استخدمت بطريقة غير صحيحة فلها سلبيات منها واحد إضاعة الوقت بسبب الإفراط في استخدامها والإدمان عليها اثنان العزلة عن الأهل والمجتمع بسبب الإفراط في استخدامها ثلاثة الإدمان عليها له آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية أربعة ضعف التحصيل الدراسي بسبب الإدمان على استخدامها لساعات طويلة خمسة التفكق الأسري حيث يعقف كل فرد حيث يعقف كل من أفراد الأسرة على هاتفه أو حاسوبه فينعدم التواصل بين أفراد الأسرة أو يضعف ستة التعرف إلى الجماعات المنحرفة نشر الأفكار الهدامة سبعة فقدان الخصوصية وانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة والفضائح ثمانية نشر الجريمة والرذيلة عبر المواقع والأفلام التي تبث ذلك ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واحد الاعتدال في استخدامها لما للإدمان على استخدامها لفترات طويلة من أعثار سلبية اثنان البحث عن المفيد والهادف ونشره بين الناس ثلاثة استحضار رقابة الله تعالى عند استخدامها وذلك يقتضي تجنب المواقع التي تبث الرذيلة أربعة معرفة الأشخاص قبل قبولهم أصدقاء وعدم اطلاعهم على الملفات الخاصة بنا خمسة الامتناع عن نشر الأخبار والمعلومات قبل التحقق من مصداقيتها لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم الآية 6 من سورة الحجرات التقويم السؤال الأول أبين المقصود بمواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع على الشبكة الإلكترونية التي تسمح للأشخاص والجماعات بالتواصل والتعارف وتبادل الآراء والمعلومات بأشكالها المتنوعة صوت ورسائل وأفلام وغيرها السؤال الثاني أشرح مقولة مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين فهي نافعة إذا أحسن استخدامها وتعود بالفائدة سلبية إذا استخدمت بطريقة غير صحيحة وينتج عن ذلك سلبيات كثيرة السؤال الثالث أوضح كيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي يكون الاستخدام الآمن بالالتزام بضوابط استخدام التواصل الاجتماعي المذكورة في الدرس واستخدامها بما يعود بالفائدة السؤال الرابع يمكن أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي منبرا لنشر الإسلام والدعوة له أوضح ذلك من خلال استخدامها في نشر الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وشرحها وعمل مجموعات نصح وإرشاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك السؤال الخامس استنتجوا ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي تستفادوا من النصوص الآتية واحد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله العظيم الامتناع عن نشر الأخبار والمعلومات دون تحقق من مصداقيتها اثنان قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع التأكد من الأخبار قبل نشرها وعدم ملاحقة الإشاعات ثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراء الاعتدال في استخدامها لأن في الإدمان على استخدامها بفترات طويلة له آثار سلبية على الصحة وتضيع الوقت وتضيع الوقت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة